يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ أنواع الصيام أتكلم عن أنواع الصيام بحسب الحكم التكليفي معلل الحكم التكليفي أي الحكم المتعلق بالمكلف المكلف هو الذي كلفه الله سبحانه وتعالى إما بالطاعة أو بالامتناع عن المعصية وأول هذه الأحكام هو الواجب فمن الصيام صيام واجب وهو ثلاثة أنواع صيام رمضان وصيام الكفارات وصيام النذري نتكلم بإذن الله عن كل واحد من هذه الأنواع التي ذكرتها واللاحقة بكلام خاص بإذن الله لكن نتكلم الآن أن هذه الأنواع الثلاثة هي واجبة ومعنى الواجب ما يؤجر فاعله امتثالا يعني يؤجر فاعله إذا فعله تقربا لله سبحانه وتعالى ويأثم تاركه أو ويستحق تاركه العقاب تارك ذلك يستحق العقاب عند الله سبحانه وتعالى أما فاعله إذا فعله تقربا لله سبحانه وتعالى فهو يؤجر على فعله النوع الثاني صيام مستحب ويقال أيضا السنن صيام السنن أو النوافل هذا النوع هو صيام التطوع الذي يتطوع بالإنسان لم يكلف به أمرا من الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعاقب على تركه وإنما يفعله تطوعا وتقربا لله سبحانه وتعالى مثل صيام الاثنين والخميس مثل صيام الأيام البيض مثل صيام الستة من شوال مثل صيام يوم عرفة إلى آخره من الصيام الذي الذي رغب به والذي رتب عليه الأجر ولكن لم يرتب على تركه العقاب وكذلك التطوع العام لأن التطوع لا يقتصر على الأيام التي ورد فيها فضل خاص وإنما قد يصوم الإنسان يوم ثلاثة أربعاء وجد نفسه راغبا ببعض الأجر وراغبا بالتقرب من الله سبحانه وتعالى فصام أياما دون سبب يخص تلك الأيام وبدون نية تحديد أيام خاصة وإنما صام هكذا تقربا لله سبحانه وتعالى ومن أنواع الصيام بحسب الحكم التكلفي المكروه صيام مكروه وهو صوم المرأة تطوعا إذا كانت متزوجة بغير إذن زوجها وكذلك صوم المسافر الذي يشق عليه الصيام في السفر أو صوم المريض الذي يشق عليه الصيام لأن المسافر الأصل فيه أنه يباح له الفطر فإذا كان شاقا الصيام عليه فيكره له الصيام وكذلك المريض إذا كان الصيام شاقا عليه بسبب مرضه فيشرع له الفطر فيكره له أي صوم أما إذا كان متمكنا بالنسبة للمسافر أو المريض وليس ذلك بشاق عليه فصيامه لا يكره كذلك بالنسبة للمرأة المتزوجة يجب عليها استئمار زوجها أو استئذان زوجها إذا أرادت أن تصوم صوما تطوعا حصرا لأن الواجبات لا تستأذن فيها أحدا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها ونأتي كما قلنا على هذه المسائل بإذن الله ومن الصيام صيام محرم لا يجوز أبدا وهو صيام يوم الفطر أو صيام الأعياد وهو صيام يوم الفطر وصيام يوم الأضحى وصيام أيام التشريق يوم الفطر هو أول يوم بعد رمضان نقول عيد الفطر وهو يوم واحد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الفطر ويوم الأضحى عيدنا أهل الإسلام فالفطر يوم والأضحى يوم لكن الأضحى يوم الأضحى يأتي بعده ثلاثة أيام أيضا هي عيد أيام التشريق تسمى فالعيد الكبير كما يقولون هو يوم أضحى وثلاثة أيام تشريق فيصبح أربعة أيام مجمعة أما يوم الفطر فهو يوم واحد وصيامها محرم وكذلك من الصيام المحرم صيام يوم الشك يوم الشك هو اليوم الذي يكون قبل رمضان أو اليوم الثلاثين من شعبان هذا يسمى بيوم الشك يعني يوم هذا احتمال يكون رمضان واحتمال لا يكون رمضان فإذا لم نرى القمر بعد تسعة وعشرين شعبان سنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل بإذن الله إذا لم نرى القمر فالأصل أنه يبقى ثلاثين شعبان يعني قد نرى القمر فيكون شعبان تسعة وعشرين يوم واليوم التالي واحد رمضان وقد يكون شعبان ثلاثين يوم واليوم التالي هو واحد رمضان فهذا يوم الثلاثين وأحيانا بعضهم يجعلون اليوم التسعة وعشرين أيضا يصومونه بسبب الشك يقول أنا أصومه إذا كان من رمضان فيحسب لي عند الله رمضان وإن كان من شعبان فوصوم تطوع هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع منه وكذلك صيام الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام إجماعا لا يجوز ذلك بأي حالة من الحالات في رمضان في غير رمضان إلى آخره لا يجوز بأي حالة وكذلك من الصيام المحرم صيام يوم الجمعة إذا تعمد إفراده بالصوم إذا تعمدنا أن نصوم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة فهذا محرم لكن قد يصومه الإنسان لسبب آخر لغير السبب أنه يوم جمعة قد يصادف يوم عرفة يأتي يوم عرفة في يوم جمعة فيصومه فهو صامه لأنه يوم عرفة وليس لأنه يوم جمعة عندها لا بأس بذلك لكن صيام الجمعة إفرادها بالصيام تعمدا لا يجوز فإن صام الإنسان لم ينتبه أنه يوم جمعة نوى الصيام غدا وأصبح صائما فله أن يصوم الجمعة لكن يصوم السبت بعدها فلا يجعل الجمعة منفردة بالصيام ومن الصيام صيام المباح معنى المباح من أنواع الصيام المباح معنى المباح أنه يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر إن فعل هذا فهو حسن وإن فعل هذا فهو حسن لا فرق هذا جائز وهذا جائز هذا جيد وهذا جيد لا مشكلة هذا المباح وهو صيام المسافر ونتكلم عنه لاحقا بإذن الله المسافر يجوز له أن يصم ويجوز له أن يفطر فإن صام فحسن وإن أفطر فحسن طبعا الذي تكلمنا أنه مكروه هو الذي يجهده السفر لا نتكلم عن المرض نتكلم عن المسافر الذي يجهده السفر ولا يحتمل مشقة السفر مع الصوم فهذا يكره له الصيام لكن إن كان سفره مريحا فله أن يصم وله أن يفطر لا بأس بذلك الآن نتكلم عن مسائل تمهيدية تتعلق بكلامنا عن أحكام الصيام المسألة الأولى الأشهر أو الشهور التقاويم لها ثلاثة أنواع العامة يقولون تقويم هجري وتقويم ميلادي لكن نضبط هذه الأنواع بشكل أفضل حتى نفهم ما معنى هذا وما معنى ذاك التقاويم تنقسم إلى ثلاثة أنواع النوع الأول التقويم الشمسي وهو حساب الشهور بناء على دورة الشمس على دورة الشمس فهنا عدد الأيام في السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع وربع لماذا أو كيف نلاحظ هذا الربع أننا في كل أربع سنوات يزاد يوم في شباط في الشهر الثاني فبراير أو شباط هو في الأصل ثمانية وعشرين يوم يجعل تسعة وعشرين يوم بسبب الربع لأن كل سنة فيها ثلاثمائة وخمسة وستين يوم وربع هذا الربع يجعل كل أربع سنوات يجعل في شباط حتى لا تختل الحسابات حسابات الصيف والشتاء وما شابه هذا التقويم هو الذي يستخدمه النصارى هذا التقويم هو الذي يستخدمه النصارى اليوم يسمى التقويم الميلادي لماذا يسمى التقويم الميلادي لأنهم جعلوا السنة الأولى فيه هي سنة مولد المسيحي عليه الصلاة والسلام مع وجود خطأ لأنه ولد قبل أربع سنوات من السنة الأولى في التقويم لكن هذا بسبب خطأ لأنه لم يؤرخوا أن السنة رقم واحد هي سنة مولده إلا بعد تقريبا بمئات السنين فعندما حسبوا السنة الأولى لولادته حسبوها خطأا فهو كان ولد قبلها بأربع سنوات عموما هذا يسمونه الميلادي لأنه بدأ استخدامه أو عفوا لأن السنة الأولى فيه سنة ميلادي المسيحي عليه الصلاة والسلام التقويم الثاني النوع الثاني من أنواع التقاويم هو التقويم القمري تقويم القمري يعتمد على دورة القمري حول الأرض الأول حسب دورة الأرض حول الشمس والثاني الذي هو القمري حسب دورة القمر حول الأرض ويعتمد على منازل القمر منازل القمر يعني القمر يكون كما تعرفون هلالا يكبر يصبح بدرا ثم يعود هلالا إلى آخره لا نتوسع في ذلك فطلوع هلال جديد لأن القمر يبدأ هلالا ثم يصبح بدرا ثم يعود هلالا ثم يختفي يختفي تماما عندما يطلع الهلال مرة أخرى هذا اليوم يكون يوم جديد في الشهر أو يكون بداية الشهر فهو أول ما يطلع يطلع في الليل طبعا هذا التقويم هو تقويم المسلمين المسلمون يستخدمون هذا التقويم سنأتي على ذلك بعد لحظات بإذن الله المسلمون هذا تقويمهم تقويمهم قمري وليس شمسي طبعا للأسف اليوم نحن كل بلاد المسلمين تقريبا أصبحت تستخدم التقويم الشمسي الميلادي يعني هذا نوع من الاستغراب للأسف استغراب الذي هو التأثر بالغرب أو الله المستعان لكن تقويم المسلمين هو التقويم القمري وليس التقويم الشمسي عدد أيام الشهر القمري 29 أو 30 يوما التقويم الشمسي يعرف أن الشهر الأول 31 يوم الشهر الثاني 28 يوم وكل أربع سنوات يصبح 29 يوم الشهر الثالث 31 يوم الشهر الرابع 30 يوم معروفة لكن تقويم القمري قد يكون 29 وقد يكون 30 قد يأتي الشهر الأول 29 والشهر الثاني 29 قد يأتي الشهر الأول 30 والشهر الثاني 30 لا يوجد شيء يحدد 30 أو 29 إلا رؤية القمر فإن رؤية القمر بعد 29 يوم فيبدأ الشهر الجديد انتهت 29 يوم في المساء ينظر إلى القمر هل رؤي إذا رأاه الناس فعندها يبدأ الشهر الجديد وإن لم يرى فيبدأ الشهر الجديد بعد اليوم الثلاثين ما رأيناه بال29 فغدا يوم ما رأيناه بعد نهاية 29 غربت شمسه 29 ننظر في السماء لم نرى قمرا إذن اليوم التالي ثلاثين رأينا قمرا إذن اليوم التالي واحد من الشهر التالي إذا ما رأينا القمر فحصرا الشهر التالي سيكون بعد غد عدد أيام السنة القمرية ثلاثمائة وأربعين وخمسين يوما وثلث فهي أقل من السنة الشمسية بأحد عشر يوما لهذا نجد أن رمضان مثلا هذا أكثر شهر يلاحظ أو الحج كل سنة يأتي قبل عشرة أيام فيأتي بداية مثلا يأتي الآن يأتي حاليا في الصيف بعد عدة سنوات نجده يأتي مثلا في الربيع بعد عدة سنوات يصبح في الشتاء بعد عدة سنوات يصبح في الخريف ثم يعود إلى الصيف وهكذا وكذلك الحج لحكمة من الله سبحانه وتعالى يعني تنويع الأجر مرة نصوم في الحار مرة نصوم في البرد من حكم الله سبحانه وتعالى طيب النوع الثالث من أنواع التقاويم وهو تقويم شمسي قمري ما هذا التقويم الشمسي القمري؟ ببساطة يحسبون السنوات على التقويم الشمسي ويحسبون الشهور على التقويم القمري يعني السنة عندهم 365 يوم كما هو في التقويم النصراني أو الميلادي أو الشمسي أما الأشهر عندهم فهي 29 أو 30 يوم بحسب دورة القمر هذا التقويم يستخدمه اليهود طيب قلنا أن السنة القمري أقل من السنة الشمسية بـ 11 يوما فكيف يفعلون في هذا النقص؟ هم أضافوا شهرا شهر رقم 13 فكل ثلاث سنوات يضيفون هذا الشهر لكي يعتدل عندهم التقويم الدليل على أن التقويم من مسائل الدين أنا ذكرت أن التقويم الهجري هو تقويم المسلمين أو التقويم القمري هو تقويم المسلمين والتقويم الشمسي ليس بتقويم المسلمين طيب قد يقول قائل أن هذه مسألة عادية مسألة عادية مسألة حساب مسألة ليس إلا علاقة بأمور الدين الله سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب لماذا قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب كيف نعلم عدد السنين والحساب بمنازل القمر إذن ليس بالشمس ليس بدورة الشمس وإنما بدورة القمر شرع من الله سبحانه وتعالى أنزله في كتابه وقال إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إذن منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إذن الدين القيم ماذا؟ الأشهر التي فيها أربعة حرم الأشهر الشمسية ليس فيها أشهر حرم الأشهر الحرم متعلقة بالأشهر القمرية الأشهر الحرم تتعلق بالأشهر القمرية إذن هذه الأشهر التي كانت أو التي نعم التي كانت في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هذه الأشهر وليست أشهر أخرى ثم قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة في سورة براءة طبعا العرب الأشهر الحرم هذه العرب بعض في الجهلية طبعا كانوا يغيرون الشهر يبدلون في الأشهر الحرم هذا التبديل اسمه النسيء قال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا عبث في الأشهر القمرية قال أنه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه وعاملوا ويحرمونه وعامل إلى آخر الآيات إذن موضوع التقويم موضوع ديني بحت موضوع منزل من عند الله سبحانه وتعالى لا يجوز العبث فيه فهذه مسألة خطيرة جدا للأسف أصبحت ظاهرة في مجتمعاتنا وفي بلادنا وحتى بعض الناس قد يستغربوا عند ذكرها أو عند ذكر أن المسألة التقويمة مسألة من مسألة الدين وكذا يستغرب كثير من الناس هذه المسألة فرض علينا يعني أن نستخدم تقويمهم هكذا فهذه مسألة خطيرة جدا يجب أن يلتفت إليها أو ينتبه إليها ويحضر من هذا الأمر القائمون على تلك الأمور المسألة الثانية مسألة الليل والنهار الليل يبدأ عند غروب الشمس ليس عند العشاء عند غروب الشمس كما قال ابن منظور في لسان العرب الليل عقيب النهار الليل عقيب النهار ومبدأه عند غروب الشمس يبدأ الليل متى عند غروب الشمس متى ما غاب قرص الشمس في الأفق بدأ الليل طيب وفي العرف العربي والشرعي عرف العربي يعني اللغة وعند العرب حتى قبل الإسلام وفي العرف الشرعي يعني في الشريعة أو في الإصطلاح الشرعي تسمى الليلة بإسم النهار الذي يديها يعني إذا اليوم خميس وغدا جمعة ونحن في النهار الآن نحن في نهار الخميس إذا غابت الشمس ماذا تكون ليلة؟ لا ليست ليلة الخميس وإنما ليلة الجمعة إذا نحن في نهار الخميس وغابت الشمس فتبدأ ليلة الجمعة وبعدها يأتي نهار الجمعة وليس العكس لهذا طبعا هذه المسألة تتعلق بأحكام شرعية كثيرة منها مثلا اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ونهارها هذه ليلة الجمعة متى تكون بعد غياب شمس الخميس؟ بعد غياب شمس الخميس تبدأ ليلة الجمعة صلاة التراويح لبداية رمضان متى تكون؟ بعد غياب آخر شمس من شعبان بعد غياب آخر شمس من رمضان وغدا سيكون العيد في تلك الليلة لا يوجد صلاة التراويح لأن رمضان انتهى هكذا يعني أحكام التي تتعلق بليلة كذا الليل يكون قبل النهر أختم أولا هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنك نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون